السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون ترتيب الأعداد للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الأول رح نبدأ بحل تمارين فقرة أتأكد أرتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر إذا كان الأعداد كلها عشرات نبدأ بالمقارنة من العدد اللي على اليسار هنا عندي ثلاثة ثلاثة ستة نلاحظ أن في ثلاثة له العشرات هو الأصغر إذا تساوت العشرات نقارن الأحد هنا عندي الآحات تسعة هنا عندي اثنين الأصغر هو الاثنين إذن الترتيب كما يلي اثنان وثلاثون ثم بعد ذلك تسعة وثلاثون وثم الأكبر ثمانية وستون من خلال القراءة يقدر الطالب والطالبة التعرف على العدد الأصغر من العدد الأكبر من خلال القراءة الصحيحة للأعداد سؤال اثنين جميع هذه الأعداد من منزلة المئات ولهذا رح نقارن للبحث عن الأصغر في العدد اللي على اليسار هذا الرقم اثنين مئتان هنا عندي مئة وهنا عندي أربع مئة من خلال هذه الأرقام الثلاثة بإمكاني يحدد العدد الأكبر العدد الأكبر هو أربعمية اللي فيه الأصغر هو اللي يكون على اليسار هذا مئة مئة واربعة وعشرين هو الأصغر مئة واربعة وعشرون ثم اللي أكبر منه يكون مئتان واربعة وعشرون ثم الأكبر أربعمية وواحد واربعة سؤال ثلاثة أيضا عندي العدد الأولي مئات ألوف مئات حتما الأصغر هو المئات هذا بيكون الأكبر فالمقارنة تكون بين العدد الأول والثاني هنا عندي المئات اثنين هنا اثنين المقارنة بين الأول والثالث لأن هذا بيكون هو الأكبر إلا في المنتصف ثم بعد ذلك هنا عندي صفر العشرات وهنا عندي العشرات اثنين الصفر هو الأصغر إذن مئتان واثنين أصغر عدد ثم بعد ذلك مئتان وعشرون ثم بعد ذلك الأكبر هو الفان ومئتان واثنان المجموعة التالية أرتب الأعداد الآتية من الأكبر إلى الأصغر بالعكس يعني يكون ترتيب يسمى هذا الترتيب من الأكبر إلى الأصغر تنازلي ومن الأصغر إلى الأكبر تصاعدي أيضا بنفس الطريقة مئات 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 نبدأ بالمقارنة من الرقم الموجود على اليسار في كل عدد هذا هو مئتان مئة مئة الأكبر هو مئتان إذن نبدأ نقول له أكبر عدد هو مئتان وواحد وثلاثون ثم بعد ذلك تكون المقارنة بين العددان المتبقيان مئة وستة وثلاثين مئة وسبعة وثمانين نلاحظ هنا العشرة السبعة العشرات وهنا ثلاثة الأكبر هي السبعة إذن بيكون الأصغر من مئتان وواحد وثلاثون مباشرة مئة وثمانية وسبعون ثم أصغر عدد مئة وستة وثلاثون انتقل الآن إلى سؤال خمسة منزلة الألوف المئات العشرات حتما الأكبر إلا يكون ألوف إلا فيه منازل أكثر إذن بيكون ألف وخمسمائة هو الأكبر ثم بعد المئة وخمسين المئات هي الأصغر من ألف وخمسمائة ثم الأصغر العشرات خمسة عشر إذن هذه المجموعة مرتبة من الأكبر إلى الأصغر نلاحظ أن العدد الأول به خمس منازل خمس منازل يعني عشرات الألوف هذا عندي طبعا منزلة الألوف وهذا عندي أيضا خمس منازل عشرات الألوف بيكون هذا الأصغر بيكون هذا الأصغر اللي في المنتصف هو الأصغر المقارنة بتكون بين الأول والثالث وين الأكبر فيهم بيكون هذا طبعا العدد على الرقم على اليسار ثلاثة وهذا ثلاثة متساويان هذا التسعة منزلة الألوف وهذا اثنان الأكبر هو التسعة إذن هذا هو العدد الأكبر تسعة وثلاثون ألف وتسعة وبعدها بيجي هذا الأخير هو بيكون الثاني بيكون اثنان وثلاثون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ثم الأصغر ثلاثة آلاف وتسعمائة وتسعة هذا بالنسبة إلى المجموعة الأولى من حل التماري ننتقل الآن إلى فقرة أتدرب وأحل المسائل أرتب الأعداد الآتية من الأصغر إلى الأكبر سؤال ثمانية عندي جميع الأعداد هذه منزلة المئات عشرات ألوف الأصغر حتما العشرات ثلاثين هي الأصغر ثم ثلاثمائة وثلاثة ثم ثلاثة آلاف وثلاثة سؤال تسعة سؤال تسعة عندي ألوف 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 منزلة الألوف فمتساويين في الأرقام نبدأ بالرقم اللي على اليسار لكل عدد هنا عندي أربعة ثم هنا عندي أربعة هنا أيضا عندي أربعة فما نقدر نحدد العدد الأكبر من منزلة الألوف ننتقل إلى منزلة المئات هنا عندي طبعا أربعة هنا عندي صفر وهذا هنا صفر متساويين الثاني والثالث متساويين هذا بيكون هو الأكبر حتما لأن عشرات أربعة هو الأكبر فالمقارنة الآن تكون بين العدد الثاني والثالث عندي بالنسبة للعشرات أربعة وهنا أربعة متساويين لكن بالنسبة للأحد هذا أربعة وهذا صفر هذا هو الأصغر إذن رح نقول له أربعة آلاف وأربعون هو الأصغر ثم بعد ذلك أربعة آلاف وأربعة وأربعون ثم الأكبر أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة هو الأكبر سؤال عشرة عندي سؤال عشرة منزلة العشرات عشرات مئات نقارن بين الأول والثاني الأصغر هنا عندي طبعا ثلاثة العشرات وهنا العشرات سبعة الثلاثة هو الأصغر إذن نقول له التسعة وثلاثون هو الأصغر ثم بعد ذلك ثمانية وسبعون ثم الأكبر مئة وثلاثة وعشرون السؤال الحادي عشر الحادي عشر عندي ألوف مئات عشرات الألوف الأصغر هو المئات هذا اللي في المنتصف تسعمية وثمانية وتسعون لأنه في ثلاثة أرقام فقط ثم عندي الألوف أربعة أرقام فيه يكون أكبر من تسعمية وثمانية وتسعين ألف ومئتان وأربعة وثلاثون ثم الأكبر اثنى عشر ألف ومئة وأربعة وثلاثون السؤال الثاني عشر عندي مئات مئات ألوف نقارن بين الأول والثاني المئات مع المئات هنا عندي خمسة وهنا عندي خمسة متساويين في المئات العشرات هنا تسعة هنا اثنين هذا هو الأصغر إذن رح يكون خمسمائة وواحد وعشرون هو الأصغر ثم بعد ذلك خمسمائة وثمانية وتسعون ثم الأكبر ثلاثة آلاف وسبعمائة وتسعة وثمانون السؤال الثالث عشر عندي ألوف 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 رح نقارن جميع الأرقام اللي على اليسار في كل عدد اثنان 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 متساويين المقارنة بتكون في منزلة المئات ستمائة سبعمائة تسعمائة الستمائة هي الأصغر إذن رح يكون الفان وستمائة وثلاثة وسبعون ثم نشوف اللي في سبعة المئات سبعة هو اللي بيكون أكبر من هذا العدد بيكون الفان وسبعمائة وسبعة وثمانون ثم الأكبر الفان وتسعمائة الأعداد هذه هي مرتبة في السؤال من الأصغر إلى الأكبر ننتقل الآن إلى المجموعة التالية أرتب الأعداد الآتية من الأكبر إلى الأصغر عندي العدد الأول عشرات مئات ألوف الأكبر طبعا هو الألوف رح يكون ستة آلاف وستة ثم بعدها يكون المئات ستة مئة ثم بعد ذلك العشرات ستون السؤال الخامس عشر عندي هذا ألوف مئات ألوف المقارنة تكون بين الأول والثالث لأن أصغر عدد هو ثمانمائة وخمسة وسبعون إلا في المنتصف ويبغى نبدأ بالأكبر هنا طبعا عندي ثلاثة هنا اثنين ثلاثة هو الأكبر إذن رح يكون أكبر عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعة وثمانون ثم بعد ذلك العدد الثالث بيكون ألفان واربعمائة وخمسة وثلاثون ثم اللي في المنتصف هو الأصغر ثمانمائة وخمسة وسبعون السؤال السادس عشر مئات ألوف ألوف الأكبر رح نقارن بين العددين الثاني والثالث لأن هذا بيكون مئات هو الأصغر هنا عندي ألف ألفان الألفان هو الأكبر ألفان ثم بعد ذلك ألف وثلاثمائة واثنين واربعون ثم تسعمائة وتسعة وتسعون هو العدد الأصغر ننتقل الآن إلى السؤال السابع عشر اشترى أبو أحمد ثلاجة وغسالة وفرن فأيهما أغلى ثمنا جميع هذه الأرقام منزلة الألوف المقارن هنا بيكون الأغلى يعني الأكبر الأغلى يعني الأكبر هنا أيضا ألف هنا ألف عندي متساويين في الألوف النسبة المئات هنا أربعمائة ثلاثمائة خمسمائة الخمسمائة هي الأكبر إذن الثلاجة أغلى ثمن إذن قل الثلاجة أغلى أغلى طبعا لأن الترتيب كما يلي ألف وخمسمائة وتسعة وتسعين هي الأكبر بعد ذلك يكون الثمن الأغلى ألف واربعمائة وتسعين ثمن الفرن ثم بعد ذلك ثمن الغسالة ألف ثلاثمائة وتسعين هذه من الأكبر إلى الأصغر ننتقل الآن إلى الفقرة الأخيرة تدريب على اختبار أي الجمل التالية خاطئة من خلال القراءة يتمكن الطالب والطالبة من التعرف على الجملة الخاطئة مئتان وسبعة وعشرون الفتحة مع هذا الرقم يعني ويش نقرأه هذه أكبر من مئتان واثنان وثلاثون هل مئتان وسبعة وعشرون أكبر من مئتان واثنين وثلاثين خطأ نقول لي هذه هي العبارة الخاطئة فما يحتاج نكمل باقي الخيارات الإجابة الصحيحة هي مئتان وسبعة وعشرين أكبر من مئتان وثلاثون هذه الجملة جملة خاطئة فانشر 22 أي مجموعات الأعداد الآتية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر نقرأ المجموعة الأولى نشوفها 2587 3610 هذا أكبر بدأ بالصغير ثم الكبير يعني هذا من الأصغر الأكبر إذن هذه المجموعة خاطئة 1587 لازم العدد يكون أكبر لبعده يكون أكبر ثم أصغر 567 صار أصغر نواصل 987 عود صار أكبر هذا ليس هذه المجموعة ليست مرتبة من الأصغر إلى الأكبر ولا من الأكبر إلى الأصغر إذن هذا الخيار خطأ المجموعة جيم 362 542 صار أكبر العدد إذن ليس من الأكبر إلى الأصغر إذن هذه خاطئة المجموعة ذال 268 251 قل شوف كان 68 صار 51 158 قل العدد صار أصغر 119 أصغر إذن هذه هي المجموعة الصحيحة المرتبة من الأكبر إلى الأصغر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المترجمات للسيقينة